السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم وحد طريقة سهلة جدا وبسيطة باش تقدروا انكم تبرموا وحد العدد كبير ديال الحرير بطريقة سهلة وبسيطة بزيف فهنا في هذا الفيديو هذا غادي نقدروا ان نحنا يعني نوفروا علينا الوقت وكذلك ان نحنا يجيونا الخيوط مقادين يعني يجيونا الخيوط في نفس القياس او في نفس العبار فكيف ما كتشوفوا معايا هنا عندنا جوج ديال الجعبات ديال الحرير هنا هذا حرير عادي يعني هذا هو الحرير اللي تنخدموا به راندا وكذلك تنخدموا به الكروشي فهنا هنا اول حاجة غد نفرق هاد الجوج باش ناخد غير وحدة ناخده غير وحدة نخدموا به وفاش نكملوها يعني نخدموه لاخرى مهم دا بقى أنا غد نوريكم طريقة في هاد في هاد الحرير اللي انتو ما كتشوفوا فيه الان اول حاجة نفرقوه وناخده وحدة والان اللي رائع في هاد طريقة هادي واللي انا دائما تنسي تعملوه هاد هي الطريقة ديالي في البريم لاحظوا معي جيدا هاد الخيط ديال الحرير هو فيه ربعة شعرات عندنا هنا ربعة شعرات يعني هاد هي اهم حاجة الى كنتو غاد نتبرمو يعني الخيط على ربعة فساهل يعني غاد يغير تلويه الخيط وغاد تاخده ربعة شعرات وغاد خدمه ولكن ماشي هاد اول مشكل مشكل ان اغلبية جلال بليتن خدموهم تنديرو فيهم الحرير مبروم على ثلاثة شعرات الان انا وريكم طريقة سهلة برش تبرمو الحرير على ثلاثة شعرات وعدكم كمية كبيرة لاحظوا معي اخذينا اليد ديالباب ولوينا اللوية اللولاق والتانية والان غاد نجيبو اللوية الثالثة ركزوا معي جيدا ان الخيط يعني الحرير عندي على اربعة شعرات وانا بغن برم الحرير على ثلاثة فلويه ثلاثة اللويات ولاحظوا معي مزيان هنا لويت انا ثلاثة وغاد نجيل الراس وغاد نقطع لوي ثلاثة اللويات وغاد نبدأ ناخذ ثلاثة شعرات كل ثلاثة شعرات غاد نبرمهم بوحدهم شنا هو اللي زوين في هالطريقة هذي انك انتي لبغيتي مثلا تبرمي واحد العدد كبير يعني بغيتي تبرمي هذيك الجعبة كاملة في دقة واحدة فغاد تبقاي غاد اخذ دامة لاحظوا يعني نكملوا بعدها هذي ان هنا يعني المرة اللولا تنطلعوا الخيط الفوق مرة اللولا والتانية والان من اللي كتن بغيو نجمعوهم تنعاكسوا يعني الى لدرتو الخيط كتنطلعوا الفوق من اللي غادي تبغيو تجمعو الخيطة بجوج غادي نتهبطو يعني غادي الان لاحظوا معي جيدا غادي نهبطو الآن للطريقة يعني هنا غادي نعكسوها لاحظوا معي الآن جيدا غادي نهبطو الخيط التحت هنا غادي نلوي ثلاثة اللويات المهم من العدد دي اللويات هو مرتابط بالطول دي الخيط قدما كان يعني الخيط طويل قدما غادي نتلويه يعني تلويه بزيك المهم اللي عندنا ان في المرة اللوله تنطلعوا الخيط الفوق وفي الاخر مرة اللي تنبغيو نجمعوهم بجوج تنهبطو الخيط التحت اهم اهم ملاحظة اللي بغيت نركز لكم عليها وهي احنا علش خدمنا يعني لوينا ثلاثة اللويات لانني انا بغن مش نخدم على المضاعفات دي العدد رقم ثلاثة يعني هنا شنو عندي فاش تتلوي الخيط ثلاثة اللويات وعندك الخيط يعني على ربعات الشعرات فاشنو غادي يعطيك يعني غادي يعطيك ربعات الخيوط مبرومين على ثلاثة شعرات يعني كل ثلاثة اللويات شنو كتساوي كتساوي يعني ربعات الخيوط مبرومين على ثلاثة شعرات يعني فانتي من اللي تبغي تخدمي جعبك فاشنو غادي تديري غادي تلوي الخيط اما على ثلاثة او ستة او تسعود او طناش المهم تي غادي تخدمي على حساب انتي شحال بغيتي العدد يكون عندك كنتمنى ان هالطريقة هادية تنال اعجاب ديالكم وتكون واضحة وإلى ما فهمتوا شي حاجة اكتبوا لي في التعاليق ونعاودوا يعني نديروا فيديو اخر المهم شكرا شكرا لكم كاملين والأي وحدة مشتركة جديدة فما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتفعيل زر الجرس وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة